موسيقى هيا نقرأ السلام عليكم ومرحبا بمتتبعي قناة هيا نقرأ وحصة جديدة من كتاب في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي والصفحة الرابعة عشر إذن لنبدأ على بركة الله القراءة ألاحظ وأتوقع النص الوظيف يوم مرض أخي إذن هنا ألاحظ ثم أقرأ ما زلت أتذكر يوم مرض أخي أنير وكان أبي مسافرا حضرت خالتي وزوجها وأخذ أخي إلى الطبيب سحبة أمي لم تتركنا خالتي نشعر بأننا وحدنا فقد بقيت معنا هل تذكر ذلك يا أنير؟ نعم يا ليلى بقيت معنا حتى عاد أبي من الصفر كما أتذكر قدوم عمتي بعد علمها بمرضي لقد حملت إليك كثيرا من الهدايا إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية خمسة عشر وهي صفحة مرافقة لهذا النص صفحة الأسئلة المرافقة لهذا النص إذن هنا أقرأ وأفهم أقرأ وأفكر أقرأ وأستثمر إذن أبحث لنبدأ بأكمل شبكة مفردات كلمة طبيب عندنا هنا طبيب مريض ثم نضيف عيادة دواء وفحص كل هذه لها علاقة بشبكة مفردات الطبيب ننتقل إلى أسئلة الفهم من يتحدث في النص ليلى هي من تتحدث في النص وأخيها أنير من صاحب أنير إلى المستشفى صاحب أنير إلى المستشفى خالته وزوجها هل شعرت أسرة ليلى وأنير بأنها وحيدة لماذا لم تشعر الأسرة بأنها وحيدة لأن الخالة بقيت معهما حتى عاد والدهما من الصفر وكانت العائلة كلها حاضرة عندما سمعوا بمرض أنير إذن لن تقل إلى أفكر أحداث لم ينسها أنير وليلى يوم المرض ما هي لم ينسي قدوم عمتهما وإحضار الهدايا معها أصف حدثا عشته منذ مدة ولم أنسه لم أنس حدث نجاح أختي في الباكالوريا وقدوم الأحباب والجيران للتهان مع الهدايا والزغاريد العالية وقدمنا لهم الحلويات والمشروبات إذن ننتقل إلى أبني على غرار إلى أنتما ثم إلى نحن بالنسبة لأنتما تتذكراني قدوم عمتكما نحن نتذكر قدوم عمتنا ننتقل إلى أقرأ الكلمات ثم أجزئها إلى مقاطعة كما في المثال عندنا هنا جدي جزئت إلى جدي إذن هنا فكأة شديد هنا دال هنا مشددة هنا فكأة شديد جدي يعني جدي هنا عندنا حفيدة إذن نجزئها إلى واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى أربعة مقاطع عندنا الحرف الأول ح والمقطع الثاني في ثم المقطع الثالث د والمقطع الرابعة حفيدة بالنسبة لعم نجزئها إلى مقطعين المقطع الأول عم والمقطع الثاني عم يعني عم كذلك هنا فكأة شديد ننتقل إلى أبحث أعد بطاقة تعريف لأبي وأخرى لأم إذن بالنسبة لبطاقة تعريف أم الاسم العائلي شوقي الاسم الشخصي مليكة تاريخ الازدياد 1973 مكان الازدياد الرباط المهنة ربة بيت بالنسبة لأبي الاسم العائلي بن صالح الاسم الشخصي المهدي تاريخ الازدياد 1971 مكان الازدياد الرباط المهنة موظف إذن ننتقل إلى الصفحة السادسة عشر القراءة أنشطة قرائية مهارة الوعي الصوتي ألاحظ وأنجز شفهيا أضيف المقطع بي إلى الكلمة الدالة على الصورة وأعبر إذن عندنا هنا صورة وهنا في المقابل صورة أخرى إذن سنضيف الحرف بي إلى كلمة دالة على هذه الصورة إذن ماذا نلاحظ هنا نلاحظ طريق إذن هنا طريق نكتب طريق وفي الصورة المقابلة سنضيف إليها سنضيف إليها حرف بي إذن سعطينا بطريق وهو حيوان يعيش في التلج غالبا يعيش دائما في التلج أو في الأماكن الباردة إذن هنا طريق ثم هنا لما أضفنا حرف بي صارت بطريق كما قلنا هو حيوان هذه طريق وهذا حيوان ننتقل إلى مهارة الربط بين الأصوات والحروف أنجزوا على لوحتي أولا أقرأ وأحدد القافية المشتركة في الكلمات الآتية سميع ربيع بديع سريع إذن القافية هي هذه الكلمات الأخيرة أو الحروف الأخيرة مثلا هنا سميع ميع هنا ربيع بيع هنا بديع ديع ثم هنا سريع ريع يعني أن القافية الأخيرة تجمع حرفي الياء والعين الياء والعين في سميع ثم الياء والعين في ربيع والياء والعين في بديع ثم الياء والعين في سريع ثانيا أعوض المقاطع الملونة بمقاطع جديدة لأحصل على كلمات أخرى إذن عندنا هنا طائر سلام قلم نحيل إذن سنعوض هذا الحرف الملون بحرف آخر لتعطينا كلمة أخرى طائر مثلا هنا طائر عوضنا الطاء بالسين سائر طائر سائر هنا سلام عوضنا السين بالكاف كلام سلام كلام ثم الكلمة الثالثة قلم حرف القاف عوضناه بحرف العين هنا علم قلم علم ثم الكلمة الرابعة والأخيرة نحيل يعني حرف الحاء هنا عوضناه بحرف الباء نحيل نبيل إذن ننتقل إلى أقرأ بطلاقة أستمع لأستاذي أو أستاذتي مرض أخي قالت ليلى هل تذكر يا أخي أنير يوم مرضك؟ قال أنير نعم يا أختي أتذكره وأتذكره وأتذكر حضور أفراد من عائلتنا هنا أقرأ قال أنير نعم يا أختي أتذكر حضور أفراد عائلتي يوم مرضت ننتقل إلى الصفحة السابعة عشر الكتابة أقرأ ألاحظ وأكتسب ثم أنجز نبدأ بالخط رسم حروف متشابهة هنا عندنا حرف التاء إذن لنكتب هنا التاء ثم هنا ثم هنا بالنسبة لهذا الحرف حرف الياء نعيد كتابته هنا ثم هنا ثم هنا يصافح ياسر أخته يسرى إذن لنعيد كتابة هذه الجملة يصافح ياسر أخته يسرى ننتقل إلى الإملاء رسم حروف متشابهة التاء والياء قالت ليلى ما زلت أتذكر أتذكر يوم مرض أخي أنير وكان أبي مسافرا حضرت خالتي وزوجها وأخذ أخي إلى الطبيب صحبة أمي ألاحظ وأكتسب إذن عندنا هنا حرف التاء ثم حرف الياء إذن ما هذا هنا توت وهنا مكتب هذا مكتب ثم عندنا في هذه الصورة يامامة يامامة وهنا بيت بيت إذن عندنا هنا حرف التاء وحرف الياء هنا حرف التاء وحرف الياء في وسط الكلمة أما هنا ففي بداية الكلمة مثلا هنا توت عندنا حرف التاء في الأول ثم في الأخير بالنسبة لهنا حرف التاء في وسط الكلمة مكتب في وسط الكلمة بالنسبة هنا لحرف الياء في أول الكلمة وهنا حرف الياء في وسط الكلمة وحرف التأ في آخر الكلمة ننتقل إلى أنجز على لوحتي أولا أستمع وأكتب ما يمليه علي أستاذي أو أستاذتي ثانيا أبحث عن كلمات تشتمل على حرف الياء في الأول أو في الوسط تشتمل على حرف التأ في الأول أو في الوسط بالنسبة لحرف الياء في الأول عندنا يسر وأما في الوسط بسيطة هنا بسيطة يسر بسيطة بالنسبة لحرف التأ في الأول أو في الوسط عندنا هنا تفاح في الأول تفاح في الوسط متينة إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية الثامنة عشر والأخيرة من هذه الحصة الكتابة الإنتاج الكتابي أحيي أحكي أستمع الحصة الأولى ألاحظ وأقرأ إذن هنا يصافح ياسر أخته يحكي ياسر حكاية عجيبة يصافح ياسر أخته يحكي ياسر حكاية عجيبة أبني جملا مع أستاذي ومع رفاقي يحيي الأستاذ التلاميذة يستمع رفاقي لقراءتي جيدا الحصة الثانية أبني بمفردي أكمل بناء الجملتين غريبة لأختي قصة ثانيا باهتمام نصيحة أبي إلى الأولى أحكي قصة غريبة لأختي أحكي قصة غريبة لأختي والثانية أصغي باهتمام إلى نصيحة أبي أصغي باهتمام إلى نصيحة أبي إذن ننتقل إلى القراءة المشاركة أحب أمي وأبي أحب أمي أحب أبي هما نور عيني أحب أمي أحب أبي أدعو لهما من قلبي أطيعهما في كل أمر وأقبلهما مدى العمر إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر